نتحدث في هذا اليوم عن بعض ما جاء في القرآن عن تلاوة القرآن والاستماع إليه إذا استمعت إلى القرآن فليكن قلبك حاضرا مع عدم حركة جوارحك فإن في ذلك نفعا لقلبك وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له هذا من حيث القلب وأنصتوا من حيث الجوارح لا تكثر من الحركة أثناء استماع القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون